اشتركوا في القناة وبردامتكم نهارك سعيد قليني الأول في البداية صباح لشريف صباح الخير يا شريف صباح الخير دي صباح الخير كل المشاهدين وبعد الفاصل على طول هنكون مع الصحافة وحيكون منوارنا أساس صحفي أشرف البرباري صحفي جريد تشوي عن تطورات الوضع في تركيا وطلبات المتظاهرين في ميدان تقسيم ورجوع مرة تانية الرئيس التركي رجب أردوغان إلى تركيا هنشوف آخر تطورات والوضع في تركيا وهيكون معنا دكتور مختار غباشي نائب رئيس مركز الدراسات العربية مبادرة مهمة جدا للتوظيف طبعا مع تخرج كل دفعة جديدة من الجامعات بيبقى فيه ويفضل السؤال الأبدي هل هيعمل كل المتخرجين في مجال دراستهم ولا هيطار أنهم يشتغلوا في وظائف أخرى خصوصا مع المشاكل اللي بتوجه مصر حاليا اقتصاديا وكمان مشاكل العمال وعشان كده مبادرة ضريفة جدا اسمها مصر والعالم هنعرف عنها أكتر من خلال فقرة خاصة جدا تابعونا وعشان نتابع الأحداث على الساحة السياسية في مصر هيكون معنا جمال زيادة مدير تحرير الأهرام وعيز أقول لحضراتكم يمكن دكتور يشام أندين بصد النهاردة أنه يلقي كلمة مهمة جدا في مجلس الشورى بشأن سد النهضة الأثيوبي بنا تمنا طبعا تكون الكلمة على قد مساوئ الحدث وهنتفرج أكيد وهنشوف وهنتابع وهنكون معاك وأكيد شريف معاك آخر فقرة كمان هيكون معنا بوك ريفيو وهيكون كمان معنا مجموعة تان من الفقرات ولكن نروح الفصل ونبتزع على طول اليومنا والصحافة خليكم معنا نهاركم سعيد